اللهم صل و السلام و مبارك على سيدنا محمد و على اهل و اصحاب و اجمعين ازايك و حبايب قلب و اخبارك و عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير النهاردة بازن الله روتين جامل جدا جدا على السطح النهاردة بازن ذا كده هنعمل اه اوضة او هنعمل عشة كده علشان الفراخ الرومي طبعا زي ما انتم عارفين انا بقال فترة عمال اقول لكم هعمل اشعة هعمل عشة و مكنتش بعمل بصراحة اه بدأت كده ان انا اعملها وبنوقف عمال هالما شاء الله ربنا يبارك له يا ربي كده و يحميه و برضو جبنا خلطة كده جميلة جدا و برضو النهاردة برضو اشترينا كده خلطة جميلة جدا للبط و للفراخ بس الخلطة دية يا جماعة اللي انا هورهاركو دلوقتي انا عاملها للفراخ انما دية السر اللي انا قلته لكم بارح او اول انبارح في الفيديو دي كانت العجيرة اهيه اما ببوخة يا جماعة ما شاء الله اللهم بارك تمام انا بعملها للبط جميلة جدا 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 البط بيأكل وبيشبع منها تاني حاجة بديلة للاعلاف تالت حاجة ان هي كمان بتزود البيض عند البط وفيها نسبة بروتين عالية جدا فيها دورة وفيها علف وفيها كمان نسبة من كسر الرز والردة يعني كده ما شاء الله اللهم بارك بس انا بطبخ ان هنا عملالهم بالزبط تقريبا كيلو ونص زي ما تشايفين عملهم بتاع 2 كيلو يعني البط هيكل وهيشبع وهيفد كمان منه تمام شايفين شكلها عامل ازاي ما شاء الله اللهم بارك عشان نكمل الفيديو مع بعض الفيديو بتاعنا النهاردة جميل جدا جدا وهو دو كان عملت اعلى السطح بس هو محتاج لسه شوية تنظيفات عوز اقول لك لو انتي اول مرة تشوف القناة ياريت تنسي تشترك فيها وتفعل الجرس ما تنسيش تحط لايك للفيديو كدعم مني يكليب قناكم جزاك الله كل خير بالله عليكم اول ما تشتركوا في القناة كده ان شاء الله الجرس لما تجوا فعلوا الجرس فعلوا على كل ما تعملهوش مخصص علشان يوصل كل الاشعارات لكل المتابعين وكل حبيب واخواتي معايا على القناة متنسوش بقى لهيكاكو الجميلة علشان اه طبعا ده بيكون الدعم بتاعكو للقناة عوز اقول لحبيب كده متنسوش كده في الصلاة على النبي عليها افضل الصلاة والسلام وتعالوا كده نخش ونشوف فيديو بتاعنا النهاردة هيتكلم على ايه طبعا احنا بنعمل حاجات كتيرة جدا جدا بديلة للاعلاف بديد حاجات وخلطات طبعية بدون اعلاف ما شاء الله اللهم بارك بس النهاردة كده معانا خلطات وهواركو شوية حاجات كده النهاردة ان شاء الله معايا وحبت حاجات برض واجيب اشكارة علف واحد وعشرين في المية بس طبعا مش للبط ولا لأي حاجة انا جايبها للفراخ الفراخ البلدي والفراخ البيضاء وكمان البط المسكوفة عشان هما لسه تأسيسات لسه كلهم تحت سن الشهر يعني شهر شهر واسبوع ما بيزودوش عن كده تمام طبعا في الوقت دوت لازم ياكلوا علف لان طبعا احنا ما متخلطش الا من بعض الشهرين البط طبعا احنا ممكن ان احنا نخلط له بس انا سايبهم معا معا مع الفراخ وكده طبعا عشان خطف بس ياخد يعني وقت الان طبعا الفاتي كانت عبان فيها السلاب بقى وتساقط ريش فانا عوزها بس كده شد حلو شوية وبن شو الله بعد كان يبتري معا بالخلطة تمام هنا البط بتاعنا الكبير انا يعني ما بديش اي نسبة اعلاف لخالص زي ما انتم شايفين هنا دية العجيارة اهيت دي كفاية عليه جدا بحط وجبتين وطبا الصبح اللي هي بتاعت بواية اكل البيت اي حاجة موجودة عندي خضرة ورق كرومب خاصة الحاجات دي كلها يا جماعة كلها فيتامين جواها نسبة معادن كويسة جدا جدا للبط من الحاجات الجميلة جدا للبط حتى لو انتش تسبت له كده شوية خضرة او شوية برسيم ما شاء الله هيهز هيهز بهم تمام دي الخلطة دي جماعة كلفة دي انا عملها على قدية يعني انا كنت عانت العلافة النهاردة وعملها على قدية تمام دي عبارة عن غلة وكامان كسر فول وعليها نسبة من العجيارة او العجير اللي هو كسر الرز والردى وعليها نسبة الدرى ضعيفة جدا يعني نسبة الدرى اللي عليها كده الا تذكر تمام وعليها كمان نسبة من الشعير يبقى احنا كده معانا غلة وشعير ومعانا كسر فول ومعانا علف بياض ومعانا كمان اللي هي العجير اللي هي كسر الرز والردى تمام عاوز اقول لكم كمان اننا زودت عليها 2 كيلو من الردى اللي هو اللي هو الرجيع البياض ده جميل جدا جدا بيخلى على قد كده يحمى عندي الفراخ ما شاء الله شايفين كسر فول أعوز أقول لكم الأسعار جميلة إلى حد ما يعني الأسعار بتاعتها كويسة جدا جدا تمام الحاجة الوحيدة الغالية اللي فيها التلاتة كيلو اللي هم الفول كسر الفول كسر الفول ده يا جماعة أنا جايبها تاتة كيلو تقريبا بمية جنيل إن الكيلو فيها كان عامل ستة وعشرين كيلو جوا كان بستة وعشرين جنيه كان للسه الشكارة أبو شهد هو بصراحة اللي كان فتحها كان فتح الشكارة خمسين كيلو كنا أخذين منها تاتة كيلو هنا حطت عليها بس علبة واحدة من العلف الخشين علبة واحدة ما زودتش أكتر من كده لأن هي أصلا هي لو أنت حطتها حتى البط كاسمين جميلة جدا جدا هتسمن البط يعني بصوا رهيبة حاجة كده جميلة تمام كسر فول وكمان عليها رجيع وعليها كمان رضة وعليها غلة وعليها نسبة من اللهم صلى عنه وبرك لنا فيه عليها نسبة من العلف الواحد وعشرين في المية ونسبة علف بياض يعني كده بصوا متو بتش عاوز حاجة أكتر من كده خلطة جميلة جدا جدا إن شاء الله لما أروح عند العلاف أو الشخص اللي أنا ما أجيب منه إن شاء الله هل أصول لكم عنده فيديو ووريكم الحاجة أو الخلطات اللي أنا بعملها طبيعية عنده بتبقى عاملة إزاي ما شاء الله ربنا يباركوا يا رب يعني هو من الناس كوائسين جدا جدا في الحاجات ده يا جماعة أنا بيقول لك النسب اللي انت محتاجاها يقول لي بحطي كذا مع كذا وعملي كذا بيديك نسبة البروتين اللي انت محتاجاها علشان ما تزديش هنا العشة هي طبعا اللي بتتعامل ما شاء الله عاوز أقول لك برضو إن السطح عندي مبهدل عشان بس محدش يقول للسطح عاوز الكنس هو فعلا عاوز الكنس بس أنا مستنية العشة تخلص إن شاء الله كده على خير وبعد كده بقى أخد السطح ده كله ببعض كده أكنس وكنسة كويسة تمام؟ بس أنا مستنية طبعا الحاجة ده تخلص الأول كده عشان نقل فهر رومي لإن بصراحة أنا مش عارفة صور لكم الرومي ومانيش عارفة صور الفراخ البلدي اللي بقى لفترة طويلة جدا ما نزلتش في ديهات عنهم والمكان اللي هما فيه طبعا أنا محجزة كده يعني بخشب وبشمعات وحاجات بحيث إن هما ما يخرجوش ورغم كده الفراخ والله بتنط في الشارع تمام؟ فعشان كده أنا عملت العشة تمام؟ شايفين طبعا السطح مبهدل آخر بهدلة بس الله المستعان هنا بقى السراندي ده جماعة دوت متر كان فيه متر كان فيه متر تقريبا عرض عرضين وكان فيه متر متر في مية وخمسين أو مية وخمسين تقريبا ما نشعارف الأعراب بتاعتهم إيه أو الحاجة بتاعتهم إيه بس دوت متر في خمسين دوت جايبة منه المتر بسبعين جنيه الثاني اللي أنا جايبا اللي هو العادي اللي هو اللون اللاحمر دوت أنا كنت شايفين طبعا السطح مستهلك مننا في كل حاجة يغسلوا وبطوا وفرخوا يعني ربنا يا ربي يعني الواحد زي ما انتوا شايفين هنا طبعا المتر ده جماعة أو السلك دوت أو السراندي ده أنا كنت جايبا الأول كنت جايبا لفة على بعضها أيام ما كنت في المزرعة كنت جايبا لفة تقريبا كان المتر فكان بيشرين جنيه آآ كنت جايبا كلها على بعضها تمام آآ طبعا دلوقتي الأسعار اتغيرت والحاجة كلها اتغيرت فأنا جايبة دلوقتي المتر بتاعها بسبعين جنيه تمام في منها اللي هو الواسع شوية ده بستين جنيه فأنا بصراحة مردتش أجيب الواسع دوت علشان طبعا خوفة بقى ملفران أو الحاجات اللي انتوا فاهمينها ديت فأنا حبيت أنه جايب ايه الزغير تمام عم ربنا يساهل بإذن الله ونغير بقى السراندي ده كله بسراندي اللي هو السلك اللي هو النضيف تمام هنا شايف ما تشايفين انا كنت حتى قفص كده على السطح ان طبعا عارفين ان انا مخرجة البط كله برا فجيت النهاردة تلاقيت ما شاء الله كده تبط باية في قلب القفص فسبحان الله هسيبها بقى هنا مدام هي واضح كده ما شاء الله تبقى ايه هترقود هنا تمام هنا الروم هزا ما تشايفين محبوس يعيني بصوا الاماكن او المكان اللي هو عايش فيها ده مكان صغير جدا جدا فأنا بصراحة عاوزة اوسع له بقى اماكن بحيس انه هو آآ تبقى المكان واسع عليه المكان بعد كده يقدر ان هو يفرد نفسه فيه لانه طبعا بقى له فترة طويلة جدا تقريبا 6 شهور محطوط في المكان دوت وطبعا المكان ده صغير عليه فكان لازم مكان اوسع علشان ايه ياخد ايه ياخد كده ويدي في المكان ويجبر معايا بسرعة هنا كان زي ما تشايفين مازين ابني مش عاوز تصور ولا زياد مش عما بحدش من عيالي ابدا يا جماع بحب ان هو يطلع في الفيديوهات تمام هنا برضو دخلنا كده القودة الكبيرة عاوز اقول لكم هنا كنت سايبة بقى طبعا الفراخ البيضة والفر بط المسكوفي بس حاجزة عليهم يعني هنا مكان وهنا مكان ومعاهم هنا على فكرة البطتين اللي هم كانوا رائدين فانا حطيتم هنا لسه النهاردة اول يوم ليهم عشان بس اوسع عليهم هنا الاوزان معايا كويسة جدا جدا ما شاء الله تنينات كده ما شاء الله ربنا يبارك النهاردة عمر 28 يوم ما شاء الله اللي هم بارك خلاص اه طبعا احنا هنا جبنا لهم شكرة العلف اللي انتم شفتها في البداء خالص كده علف 21 في المية وهنا طبعا الفراخ البلد زي ما انتم شايفين والست بطت يعني حاجزة بين دولت وب عاوز اقول لكم دول بردو رائدة معاهم هنا بط هيت اللي انا مدرية عليها جوه خالص دي حد هيقول للمشاهد انت قلت ما تقعديش البط ومعا فراخ او بط بس لازم يكون مقفولة عليها جماعة يعني لو انتم لاحظتم هتلاون هنا قفل هوت بصراند وحط على لطوب كده بحيس ما فيش حاجة تعدي للبطة جوه تمام اه زي ما انتم شايفين مقفل عليها بطلع كل يوم حط الاكل والمية وافتح عليها تاكل وتشرب ورجح تاني مكانها هو تعب شوية بس في الاخر هاخد نتيجة الحم وانتم ذلك اللي ربنا يا رب كده يبرك لنا كلنا جميعا ويبلبلوتنا كلنا خير تمام هنا طبعا هاتبط المسكوفة ما شاء الله اللهم بارك يعني نوعا ما احسن من الاول وافضل من الاول بكتير جدا بصوا النهاردة كده الروتين كده على الطيور كلها يعني مش على حاجة محددة او على فيديو محدد او حاجة معينة هتكلم عليه انا شملت كل الحاجات او يعني دخلت الحاجة كلها مع بعضها النهاردة كده ان الروتين بصراحة يعني كان صعب جدا جدا دعو لي كده ربنا يسهل بازن الله كده ودورة الفراغ دي قاية دورة زغنونة بس ان شاء الله تطلع على خير بازن الله وربنا يا رب يبرك لنا ويبرك لكم كده ويرزقنا الخير على قدوم الصالحين ان شاء الله اشوفكم بكرة بازن الله على فيديو جديد وتنسونيش في لايك واشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد